ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مكان المميز القصر السعيد هذا اللي يحتضن تظاهر حلوة برشة جدكم من جبال كيف العالية وهي النسمة الكافية كون ما يعرفش النسمة الكافية إن شاء الله ها مدبيا نهزكم الكل وتمشوا بشتوفوها هالنسمة الكافية وتتمتعوا بها خاصة في باب الشرفيين وبحدي الأخ فتحي المرابطي اللي صورتوها ويفهم ما معناها النسمة الكافية هالنسمة هذه حبيت نجيب لكم اليوم جو خاص جو ممتع في هالأيامات هذومة اللي كانوا يفرحوا بها جدودنا قبل جدودنا الأوائل نحكي على البرابرة وعليش ديما نكتب قصص ونحب نثمن هالتراث اللي باتي خاطر هو اللي يحمل كل واحد عاش فكل بقعة ديك يحمل قصة ويحمل حكاية والحكاية هذيك تمشي من أجيل للأجيل وطبقة تتذكرها اليوم في الإطار هذا حبيت نثمن فيما تظاهر في الكيف دي مطاقعة نهارة أربعتاش مية اللي يسموها عيد مايو وهو في الحق ليسوا البورسجين كيه انتريسان في الحكاية أراه العيد هو كيه انتريسان العيد هذا كانوا جدودنا يحتفلوا قبل خاطر نحن منطقة جبلية ومنطقة فلاحية كان الثلج في الجهة يغم على البلاد هذه وهما دارك يستنوا وقتين يأتي ربيع ويخرجوا مجمع ربيع اللي يصبح فيها الثلج كذلك يخرجوا بش يمشوا الموسم الصيف وباش هما يحسوا رواحهم كيفيش منع وكصابة منطقهم يعملوا قربين قربين للآلهة الآلهة مياه وعلى ديك هو جي منها ميو الآلهة مياه يتقربون لها بين سور بك شوية لعليلش اللي عندهم خرجوا بيهم في ربيع ولدو وعندهم الكوزكسي بين سور شكون ما عرش الكوزكسي في شمال أفريقيا وعندهم الحليب نعيجيات لي عندهم ولا عندهم بقرة ولا حاشة أما هو ما كترون تعليل شيف خبو اللي بربي الحليب يساقوا بيها كالكوزكسي ويطيبوا الحم في الكليل أكهوا خطر ما عندهم شو مفحات أخرى يطيبوا بها ويشربوا معك البورسكينة ذاك يشربوا معها البن أو معناها كونتراست غريب معنا هذا واحد يشرب البن مع الحليب كرشو أردوا بالله وهو مرسي بريميديتي أنهم فيشتال كل كرشو تعمل الدود خاطر ما يكلوش الخضراء دونك يعملوا كل كور بك البنة ديك ويأكلوه مع البورسجين ويأكلوا الخاص كذلك. مش يبدوا يأكلوا الخضراء. دونك هالفرحة دي هي الفرحة عامة في ديارهم كل واحد يتلموا كلهم عبعضهم مجموعات مجموعات ويأكلوا كل ما بعضهم. وبعد تبدأ موسم الأحصاد ويمشوا يبدوا بالفريق الشربة على الفريق هي تجي ملجمع حرايا في الشرق الكافي وبعد يبدوا يحزوا ويخبوا ويبدوا يخبوا للعامة الأخرى. نحن هدية معنىش كان عيد مياه وعنى عدد أعياد وعدد مواسم. وعنى عدد الميكروه نضمنا يمشي وعنى عدد شواهد معناها تحكي على حضارة كبيرة إن شاء الله نهار كلها ناسكم نمشوا نشوفوا هالأماكن هذي أما بقدر ما نشوفوها بقدر ما نحبوا هالأحجار هذي هالأحجار هيدا نحبوه يتكلم. وقت يتكلم نحن نبلغوا هكا الرسالة ديك ونهزوها ونمشوا ونصلتوا الضوء على منطقة كيمال كيفة ديك ونولوا بالصورة هذي اللي نعطوها على البلاد ديك تقع حركة اقتصادية ما غير ما نستنوا بشي بنونا بعمل ولا بشي جيبونا حاجة حاجة كبيرة يعملوها تولي العباد تحب تنشي تشوف البقعة ديك وين. كانوا يدبحوا وين كانوا يمشوا يعرضوا الاربيع وين كانوا يمشوا لشجاقة هذي شجاقة هاي جيتها مادام ليلة مامي والأستاذ حمزة صدام مشوا بحذينه وجوا بحذينه عشرة طب أخرين ومشوا معناها مادام ليلة مامي بقدت فرحانة وبقدت معلتها مبهورة في هاتاريخها واللي هي عرف تتنق تنطقوا واحكدت حتى على دييس فينوس. موسيقى موسيقى موسيقى